اشتركوا في القناة ورح ينتقل لبرج الدلو طبعا القمر الآن في منزلة سعد بلع وهي منزلة للعلاج والفراق واتلاف الأموال والحرية ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 12 و 26 دقيقة من بعد منتصف الليلة هاي اللي هي السبت على الأحد لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة سعد السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق القمر بما أنه لغاية ساعات الصباح رح يكون موجود في برج الجدي معناته منضل على طبيعتنا الجادة منحاول إنجاز عمل متراكم نجد الأمور ما بتصير معنا بسهولة وممكن تسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض مننا علينا الإجتهاد أكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو شراء أو مراجعة شركات بالنسبة للزوايا البطيئة طبعاً عنا أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين المشتري وهاي طبعاً تأثيراتها لغاية يوم 26-12 اللي هو تقريباً منقدر نحكي إنه البكرة هاي زاوية بتبدد الحظوظ في أي مسعى منقوم فيه من ميل للعيش دون مستوانة ومنبذر أموالنا مننجذب للقمار والمضاربات المالية أو المغامرات والمراهنات ممكن نتعرض لبعض المشاكل مع السلطات أو مع العدالة بسبب وضع مالي هذا الاتصال غالباً بيسبب لك مغالاة في النفقات وخسارة مالية وفشل في المشاريع أما بالنسبة للزاوية التي تليها واللي اليوم ذروتها هي زاوية التسديس الإيجابية بين عطارد وبين نبتون طبعاً اليوم ذروتها ساعة وحدة وسبعتاشر دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش ولكن هاي زاوية مستمرة تأثيراتها لغاية يوم 4-1 نصبح قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عنها بصراحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون ذروتها ساعة 3-11 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش يعني تأثيرات هاي الزاوية من الآن موعد بث الحلقة وبتستمر لغاية تقريباً ساعات العصر هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقاً في نفوسنا إحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة 3-11 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 7-13 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعديها في برج الدلو هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبي أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 7-13 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش القمر خلص بكون انتقل واستقر في برج الدلو عشان هيك من ساعات الصباح منشعر أن بحاجة ماسة للتغيير فالروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر مننشط اجتماعياً منرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من إنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلاً أو شراء أجهزة إلكترونية أو تجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا طبعاً أول زاوية عندنا زاوية تزديس إيجابية رح تكون ما بعد الانتقال واستقرار القمر في برج الدلو هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة السبعة وستة وخمسين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات الفجر ولغاية ساعات العصر نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون ذروتها الساعة 11.33 دقيقة مساءاً بتوقيت جرينيتش يعني بمعنى آخر هذه زاوية تأثيراتها من ساعات العصر ولغاية فجر اليوم التالي فبتلح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم من الآن ولغاية ساعات الصباح الركبتين والمفاصل عمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة العظام الأسنان الأوتار الأربطة الجلد والشعر والتحال وجهاز التوازن هذه الأكثر حساسية اللي ما لازم نعمل لها عمليات جراحية من الآن ولغاية ساعات الصباح يعني عمليات التجميل الأسنان والجلد والشعر لا تصلح لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد تصلح عمليات التجميل وبتصير العضاء المعرضة هي بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدراقية إذن من ساعات الصباح وما بعد بعد خلو المسار يوصى بإجراء العمليات الجراحية والتجميلية ولكن ما قبل يعني من الآن للصباح لا تصلح لعمليات التجميل أما بالنسبة لإزالة الشعر الزائد فلا يصلح هذا اليوم بتاتا يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي من ساعات الصباح بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الدلو أخذ المسار القادم رح يكون يوم الغد الاثنين بيبدأ يوم الاثنين ستة وعشرين اتناعش بيبدأ في تمام الساعة ستة وثمنتاشر دقيقة مساء وبيستمر حتى اليوم التالي أي حتى صباح يوم الثلاثاء الساعة سبعة وثلاثة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعدها في برج الحوت أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره يومين في تمام ساعة ثمانية وثمنتاشر دقيقة صباحا بصير عمره ثلاثة أيام نسبة الإضاءة بتصير عشر في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم عشرين واحد منتحس بنسبة عشر في المية القمر في الجديد وبدو ينتقل للدلو في ساعات الصباح ورح يضل في الدلو لغاية يوم سبعة وعشرين اتناش سعيد الآن بنسبة عشر في المية في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة سبعين في المية في ساعات المسائل بصير تقريبا سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية ساعات المسائل المتأخرة بصير سعيد بنسبة خمستاش في المية عطارد في الجدي حتى يوم 29-12 سعيد الآن بنسبة 100% في ساعة المساء بصير سعيد بنسبة 70% الزهرة في الجدي حتى يوم 31 سعيد بنسبة 60% المريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 منتحس بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% ورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% ونبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا في الدفع بمصالحهم وبيحافظوا على إنجازاتهم القائمة أهم شيء إنهم يهدؤوا من روعهم وما ينفعلوا اتجنبوا المخالفات وخصوصا مخالفة القوانين واحرصوا على استقراركم من الآن ولغاية ساعات الصباح واتجنبوا الخلافات والمجازفات الشايكة واحرصوا على لجمها إذا شعرتوا ببدايتها أما من ساعات الصباح بتلتقوا الأصدقاء أهم شيء تحاولوا تصحيح العلاقات المتردية ولا تبقوا وحدين تعتبر فترة ناشطة نشطة وواعد دراسيا أو مهنيا أو عائليا وبتكثر الاتصالات والمواعد برج الثور ابتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة من الآن لغاية ساعات الصباح وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممكن تذهبوا في رحلة أو تروجوا العمل أو تحصلوا على معلومات ما كنتوا تتوقعوها وبيكون في نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتك العاطفية والعائلية أما من ساعات الصباح بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهمش أنه ما ترتجلوا المواقف والتصاريح عشان ما تقعوا ضحية الفوضى وحدم التنظيم تضغط عليكم المسئوليات أو ممكن تواجه أمر صعب ومعقد التزم بالمسئوليات وتعتبر هاي فترة واعدة برج الجوزاء بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل مشترك ولكن بتخففوا من النفقات المتصاعدة من الآن لغاية ساعات الصباح سارعوا في تهدئة الأجواء وتعتبر هاي فترة مناسبة للاطلاع على أراء الغير ممكن تتلقوا مساعدة أو تعاطف عليكم تتحلوا بالليوني والتفكير الموضوعي أما في ساعات الصباح هنا مواما بعد بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات تم لقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب إلها علاقة بالسفر أو تعامل مع الأجانب أو الدراسة أو التسويق والنشر بتفرحوا لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة أهم شيء تتحركوا على مختلف الأصعاد برج السرطان يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو في مجال العاطف وبوسعكم إتمام خطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري من الآن لغاية ساعات الصباح وتعتبر هاي فترة رغم أن القمر موجود مقابلك ولكن ما بينفعك سوى الصبر والمورونة ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح وأنا بتعيدوا ضبط ميزانيتكم بتقدروا تدخلوا التحديل على نمط حياتكم لا تتماشى مع الوضع اللي أنت فيه تطور ومحيطك بيطمئن بالك وتفرح بحدث مالي معين فترة جيدة لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة برج الأسد أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وانتبهوا لغذائكم وراحتكم كونوا منظمين وأحسنوا إدارة عملكم وحذروا من الجدال مع المعاونين وما تهملوا صحتكم ولا تأجلوا ولا تماطلوا أعمالكم حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية طبعا هذا الأمر لغاية ساعات الصباح والقمر بدأ في مرحل المقابلة في ساعات الصباح وما بعد بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم أهم شيء تحافظوا على هدوءكم ما ترتجلوا كلامكم ما توجهوا ملاحظات لأن خصمكم قوي وما بيرحم هاي الأيام ممكن تحمل لك ارتباط مهم فعشان هيك بدك تحافظ على هدوء أعصابك وما تكون عدائي برج العذراء بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم من الآن ولغاية ساعات الصباح وما بيتخلى الحظ المالي عنكم بتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا تعتبر فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم شيء أنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة أو الأحبة صحح الأخطاء حتى ساعات الصباح أما من ساعات الصباح بيبدأ العمل بالتراكم لديكم أهم شيء أنه ما تهملوا صحتكم حذروا من تعب صحي أو جسدي بيمنعكم من أداء واجباتكم اليومية كما يجب بتظهر مسائل عائلية أو شخصية طارئة أو ممكن تشعر ببعض التوتر بورج الميزان بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة من الآن لغاية ساعات الصباح وممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي أو ممكن تظهر بعض المشاكل الشخصية أهم شيء أنك ما تتهرب من المسؤولية تجاه العائلة إلى أجواء عدائية ومتوترة فعشان هيك بدك تراعي وضعك الصحي أما في ساعات الصباح وما بعد بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم بتفرحوا لإنفراج ملموس بترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وبتقوموا بخطوة مباركة اليوم يعني بتكون إلها صدى طيب ممكن تطلقوا إشارة إيجابية وتعتبر هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف ابتنشطوا اليوم في مجال السفر والاتصالات بكثافة عالية جدا وخصوصا من الآن لغاية ساعات الصباح ويعتبر هاي الفترة فترة مناسبة لإجتياز امتحان وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع الإخوي مع الجيران ابتدعمك الحضوض وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك أما من ساعات الصباح بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية أهمش أنه تلطفوا الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن تثير اضطرابك وامتحاضك فلا تخالف القوانين واحترم الموعيد والالتزامات المهنية واهتم بعائلتك برج القوس تم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتموا بتوظيف أموالكم ولكن بتكونوا عاقلين في صرف الأموال ممكن تهتموا لمناقش الدعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات تعتبر فترة إيجابية ممكن تحقق خلالها ربع أما من ساعات الصباح بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وتعتبر فترة مهمة للتواصل مع المجتمع لا يسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أهم شيء أنه اليوم ممكن تتحرك بنشاط أو بفعالية يعني أو تقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق ومصالحة برج الجدي ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم كتبادروا لخطوة جديدة ادعم من مكانتكم الاجتماعية هذا اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم التحلي بالحكمة ووقع واقعية الأمور بتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن من الآن ولغاية ساعات الصباح تحقق نجاح جيد أما من ساعات الصباح بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم لا تغامروا بأموالكم وهذه فترة شوي بدك تكون فيها حذر ماليا ومعنويا ما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة انت بحاجة لكل التعاطف والتضامن رغم أنه في مكاسب مالية خلال هذا اليوم برج الدلو يوم آخر طبعا لغاية ساعات الصباح بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدأ وطيرتك لحد الركود ابتلغي مشاريعك أو بتعاني من تراجع معنوي أو صحي أهمش أنك ما تحسم أي أمر لأنها أي فترة سلبية مخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها أما من ساعات الصباح فهون القمر بوصل لعندك بتستعيد نشاطك وحيويتك بتستعيد حماستك وعزيمتك بتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة أهم شيء أنك اليوم بتمتلك الطاقة الكافية للإنطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر حالق اليوم بيحمل لك خبر سار برج الحوت بوسعكم تعزيز صداقاتكم خلال هاي الساعات من الآن لغاية ساعات الصباح ومنكم أشخاص اليوم ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتتسع الآفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ممكن تعزز شعبيتك أو تحصد أرباح أو تفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك بتخف الضغوط وبيطمعين بالك أما من ساعات الصباح بتدخل فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنبوا اتخاذ القرارات الحاسمة والمهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة من الحضوض حاذروا الأفكار السوداء والمعنويات المنخفضة وممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر والمعنقر